السلام عليكم ورحمة الله وثلاثين دينارا بسبب استمرار عمليات التهريب خاصة عن طريق بطاقات الاقتمان حيث شهدت الفترة الماضية تهريب آلاف البطاقات المصرفية المعبئة بالدولار وتحويل هذه الأموال إلى سيولة بملايين الدولارات والتصرف بها خارج البلاد ولا تزال أسعار الصرف الدنار العراقية ماما الدولار الأمريكي تشهد طفرات كبيرة إثر فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 14 مصرفا في العراق بعد مرور أشهر فقط على عقوبات مماثلة ضد أربعة مصارف أخرى إثر اتهامها بغسيل الأموال وتهريبها إلى إيران وفي شهر تشرين الثاني الماضي أدرجت وكالات مختصة العراق ضمن سبع دول عربية ستنهار عملاتها بشكل غير مسبوق محذرة من اقتنائها أو التعامل بها فيما أكد خبراء أن لجوء حكومة السودان إلى تعويم الدنار كخيار للسيطرة على سوق العملة سيكون كارثيا على اقتصاد العراق ويضم العراق 72 مصرفا مسجلا من بينها 38 مصرفا مشاركا في مزاد بيع العملة لدى البنك المركزي تستحوذ هذه المصارف على ما يقرب من 50 مليون دولار يوميا من مبيعات دولار نقدي تذهب للسوق الموازية ويجري تهريب معظمها وفق تقارير متواترة إلى إيران ونظام الأسد وميليشيا حزب الله اللبنانية ورغم تعهدات الحكومة بمكافحة الفساد إلا أن عمليات غسيل الأموال وجدت من سياسة الإفلات من العقاب بيئة لانتعاش نشاطها في العراق أحد صورها هو ما كشف عنه عضو اللجنة المالية مصطفى سند الذي قال إن نور زهير المتهمة بسرقة القرن والذي أضاع مليارين وخمسمائة مليون دولار من أموال الأمانات الضريبية يعد اليوم بمثابة وزير ظل حيث يتمتع بحصانة ويدير إحدى الوزرات الحالية ويعقد الصفقات اللجنة المالية النيابية عدت أغلب قرارات البنك المركزي السياسية وليست ذات فحوا اقتصادي وصفة البنك المركزي بالفاشل وأن سيطرة متنفذين على قراراته قد سامت بتدهر قيمة الدينار حيث قال عضو اللجنة محمد النوري إن قرارات البنك المركزي تتعامل بمزاجية مع المصارف وهو ما أدى إلى إثراء مصارف أهلية وسيطرتها على سوق الدولار لا يقف الأمر عند تهريب الدولار فقد كشف أعضاء في اللجنة المالية عن فقدان 35 تريليون دينار عراقي مطبوعة منوهين إلى الأماكن التي هرب إليها المبلغ عبر تأكيدهم أن هناك دولتين جارتين فقط وما سوريا وإيران تتعاملان مع العراق بالدينار كما أشاروا إلى أن حجم التهريب بلغ 70% وما عدا يمكن السيطرة عليه ومع تلاشي ثقة المواطن العراقي بالمصارف بسبب العقوبات الأمريكية وغسيل الأموال قالت مؤسسة عراق المستقبل الاقتصادية إن العملة النقدية المحلية المتداولة خارج المنظومة المصرفية في البلاد خلال عام 2023 تخطت 90 تريليون دينار وهو أعلى حجم أموال يكتنزه العراقيون داخل منازلهم على مدى عقود وكالة فرانس بريس وفي أحدث تقرير لها أكدت تفاقم نقمة العراقيين على حكومة السودان التي فشلت في وقف انهيار قيمة الدينار وتسبب ذلك باشتعال أسعار السلع الأساسية مقابل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين بعد طرار التجار إلى اللجوء للسوق السوداء لشراء الدولار بغرض تغطية حوالاتهم الخارجية إذن مشاهدين كان هذا استعراضا لأبرز ما يخص ملف انهيار قيمة الدينار العراقي ضمن حصاد عام 2023 شكرا لكم على حسن الإصاء والمتابعة هذه عودة إلى ستوديو الأخبار